وحضرتك كمان كنت حريص أنك في الكتاب بتاعتك تكون عامل عنوين الفصول بعناوين أغانيهم الأغاني اللي تعاملوا فيها مع بعض وإيه أكتر الأغاني اللي حسيت أن هي معبرة أكتر عن قصتهم يعني أكتر أغنية عملوها مع بعضة حسيت أن هي معبرة قوي عن قصتهم وبالتالي هيعتبر أكتر أكبر فصل في كتابك أو أهم فصل من فصول كتابك اللي بيعبر عن قصة الحب الجميلة دي يعني أنا أعتقد أن كل فصل بعنوان أغنية كان ملائم لفترة زمنية في حياتهم عاشوها مع بعض يعني أمري أمر كانت بتلخص أن حب فيزر سلطان فمحتاج أنه كانت توصله الرسالة دي بعد كده أعلنت عليك الحب وكانت لما فيزر تزوجت المسكر محمد سلطان هي كانت في مهمة صعبة لأنه قالت له أنت تجوزتني بس أنت ما تحبنيش قال لها بصراحة يعني مش بحبك الحب بس وأكد أن أنا أحبك فكانت مهمة فيزر أنها إزاي تقنع محمد سلطان أنه ما يندمش على الزيجة دي وهي نجحت في ده تماما وهو نجح أنه يغير فيزر فيزر اللي كانت يعني معروفة أن علاقاتها متوترة شوية علاقاتها التفاصيل دي قدر محمد سلطان يقدمها في قالب اجتماعي وفني جديد تماما أسكر اللقاء مع العظيمة الأستاذة ليلة رسطم في أحد اللقاءات وبتقولها فايزة أنت تغيرت أتلوه مسألة محمد سلطان البركافي وهو فعلا قدر يغير فيزة اجتماعيا فنيا وهي قدر تقدم بقى موسيقار مهم قدموا بقى أغانيهم كتير بقى مع بعض كل فترات في حياتهم كل فترة كانت معبرة عن أغنية تديني بأمري أمر أعلنت عليك الحب حتى أغانيهم الوطنية بحبك يا مصر يا مصر بحبك حيات الوارد روش الوارد كل الأغاني دي حبيبتي قاهرتي كل الأغاني كانت ملأمة للفترة اللي هم عاشوا مع بعض ما قدرش أقول إن في أغنية محددة هي كانت يعني بتعبر عن حياتهم بشكل عام ولكن أنا بنحاس بشكل شخصي الأمر يا أمر حاسس إن هي أكتر توهجا يعني في قصة الحب أكتر توهجا في قصة الحب دي لأن أقول أنا أكثر توهجا والأكثر يعني الأغنية اللي انعكست كمان على الفن هي قدمت بشكل مهم جدا الأستاذ محمد حمزة اللي هرحمه وابتدى من بعدها انطلق بقى مع السيدة المكلسون ومع الفنان عبد حليب وقدمته المسكر محمد سلطان هو برضو كان انطلق بعد كده مع الفنانين ومع الفنانات آيكونات العصر العظيم ده